موسيقى الله الرحمن الرحيم أول سؤال أكمل النسبة 4 على 7 حدها الأول كام أجيب الحد الأول من فوق يبقى الإجابة أربعة وحدها الثاني اللي تحت يبقى سبعة النقطة الثانية خمسة إلى كام حدها الأول وحدها الثاني تسعة أخذ الثاني تسعة نجيبه في الثاني والخمسة تبقى هي الأول اللي بعدها النسبة بين عددين قلنا سؤال أكمل مهم بدأ عددين يبقى العدد الأول إلى العدد الثاني طيب النسبة ليس لها إيه؟ النسبة ليس لها تمييز أما بتطلع الإجابة ما بتكتبش تمييز طيب النسبة هي إيه بين كميتين؟ أقول له ده من التعريف هي مقارنة بين كميتين أو أكتر طيب من نفس إيه إنجي؟ من نفس النوع وبنفس الوحدة طيب الحد الأول يا جماعة له اسم تاني يسمى أيضا إيه؟ يسمى مقدم النسبة الحد الأول اسمه مقدم النسبة طيب الحد الثاني اسمه إيه إنجي؟ اسمه تالي النسبة اسم الدلع يا رماس طيب النسبة بين طولي للعين في المربع قلنا الولاد بتشوف كلمة ضلعين تقول لك اتنين ده يقصد يقول ضلع وضلع بدام ضلع وضلع يا جماعة يبقى واحد إلى واحد لإن أضلع المربع يملك متساوية في الطول طيب النسبة بين ضلع معين إلى محيطه المعين أربع أضلع متساوية الضلع مفرد يبقى واحد والمحيط أربعة دي شريحة إكمال على كل الحاجات المهمة طيب ضع في أبسط صورة اللي سألوني على اختصار القصور العشرية يركز معايا العلامة هنا يا رماس بعد رقم وهنا بعد رقم يبقى مسألة طيبة نتخلص من العلامة إزاي نقول بالضرب في عشرة للطرفين شمال ويمين أما ضرب في عشرة العلامة تمشي خطوة تبقى اثنين وأما ضرب في عشرة تمشي خطوة تبقى أربعة اللي اتنين يا مصطفى أعداد زوجية طيب ما أعداد زوجية يبقى نقسم على الاتنين في هالواحد على الاتنين في هالتنين والواحد أبسط الأعداد طيب واحدة تانية العلامة بعد رقمين وهنا بعد رقمين يبقى بالضرب في مية للطرفين شمال ويمين أما ضرب دي في مية تمشي يا سبا خطوة تبقى خمستاشر ودي خطوة تبقى خمسة وتلاتين العامل المشترك الخمسة يا مصطفى على الخمسة فيها التلاتة على الخمسة فيها السبعة تيجي سامة تقول طب التلاتة والسبعة ده بعيد عن بعض يا مستر أقول لا تمام ولكن ما فيش عوامل مشتركة تعال بقى للأصعب دي العلامة هنا بعد رقم وهنا بعد رقمين إيه اللي ينظف دي اتضرب في عشرة إيه اللي ينظف دي اتضرب في مية طب ينفع اضرب دي في عشرة ودي في مية وتبقى سلطة لا طبعا نضرب على قد العلامة الكبيرة بالضرب في مية للطرفين أما اضرب دي في مية تاخد دش وتبقى اتناشر طب لما ضرب دي في مية بص 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 سفر يمشي العلامة خطوة وسفر يقعد مع الأربعة بأربعين كتبالك من الفرق ها العامل المشترك يقبله على الأربعة على الأربعة فيها التلاتة على الأربعة فيها العشرة واللي مش عارف يدوس على الآلة علامة بسط ومقام اللي على الشمال ويكتب الصغير فوق وينزل بالسهم يكتب الأربعين هتطلع له الإجابة جاهزة واحدة كمان العلامة بعد رقم العلامة بعد رقمين نسمع كلامي الكبيرة بالضرب في مية للطرفين اعمل الكبير الأول تلاقي نضيف طب تيجي هنا أما تضرب ضيف مية زيت صفر طب دي أولها صفر وأولها خمسة على الخمسة فيها السبعة على الخمسة فيها العشرة وما فيش عوامل مشتركة واحدة كمان بتاعة التحويلات هي أولاد ديمتري ودي صنطي المستر قال نعمل إيه نسيب الوحدة الصغيرة طب ودي نعمل فيها إيه ممكن تنزلها وبعدين تضربها يجي ولا داسكة من مستر حامل يا مستر حامل بتضرب ليه ده نقدر أعملها بمخي أقول له إزاي يقول لي المتري ميت سنطي يبقى لي 200 والنص 50 اكتب يا مستر 250 على طول أقول له برافو عليك والله طب لو عايز الطريقة المتري ميت سنطي يبقى نضرب في مية وعلمتك تضرب دي إزاي على الآلة شفت بسط ومقام وكتب دي سهمي مين وضرب في مية أتطلع 250 وهنا 350 صفر مع صفر تبقى 25 إلى 35 يقبلوا على الخمسة على الخمسة فيها الخمسة على الخمسة فيها السبعة يلا واحدة تانية هنا كيلو جرام وهنا جرام نسيب الجرام الزغير طب نفسي أعمل دي بمخي ما تعملها الكيلو جرام بألف ونص خمس ومية يبقى كله ألف وخمس ومية أو أعملها بالطريقة دية صفرين مع صفرين ونكتب على نظافة خليك ولد شيك خليك ولد أنيق على الخمسة فيها الثلاثة على الخمسة فيها السبعة وما فيش عوامل مشترقة يلا يا أولاد وحدة تانية دي بالساعات ودي باليوم نسيب الساعات الصغيرة يومان أقول له اليوم في 24 يبقى اليومين بكام 24 في 2 بـ 48 ساعة على الستة فيها الواحد على الستة فيها التامنة خلصت المسألة الناس اللي مش عارفة وحدات الأراضي الزراعية الإراط والفدان الفدان هو الوحدة القبرى والفدان في 24 إراط يا جماعة يبقى نسيب الـ 12 طيب عايز أعمل دي ننزل الواحد ونص ونضرب الفدان يا مصطفى فى 24 اضربها على الآلة يطلع ستة وتلاتين وهنا 12 اختصرها بعلامة بسط ومقام يطلع دا واحد ويطلع دا تلاتة ونروح لشريحة أخرى ولكن مسألة لفظية مدرسة فاتل تمت تلميز وتلميزة صبيان وبنات ولكن البنات 160 يجي ولا بيقول استنى مصطر هتعمل ايه يقول لي هعمل مسودة المدرسة وبعضين يا رماس البنات وبعضين البنين ليه حبيبي المسودة دي يقول لي علشان أجيب منها البيانات وانا بحل مزهقش المدرسة 300 والبنات 160 طب نجيب البنين ازاي نطرح دي نائز دي يبقى البنين 140 كده معك ثلاث بيانات معك ثلاث معلومات تقدر تحل الماتشات بسهولة جدا الماتش الأولان يا مصطفى البانين الى البنات محمد سلامة وملك سلامة يركزهم البنين هتم المسودة 140 والبنات هتم المسودة 160 صفر مع صفر يلبقى 14 يلبقى 16 أعداد زوجية على الاتنين فيها السبعة على الاتنين فيها التمانية والسبعة والتمانية عددين متتاليين ده الماتش الأول طب فيه سؤال تاني من الى مين البنات الى المدرسة البنات خد من هنا 160 والمدرسة 300 لتنين أعداد زوجية نحزف صفر مع صفر 16 و30 يقبلوا على الاتنين على الاتنين فيها التمانية على الاتنين نصها 15 وما فيش عوامل مشتركة واللي مش عارف يروح للآلة يدوس علامة بسط ومقام بس بشرط يكتب الصغير فوق وسهم التحت ويكتب التلاتين هتطلع له الإجابة جاهزة مجهزة مسألة لفظية مربع طول دلع 4 سنطي ومستطيل ودي بعدينه يبقى الرجل ده طيب ولا شرير طيب جدا لأنه دانا طول دلع المربع والدانا بعدين المستطيل يا إنجي وعايز النسبة بين محيط المربع ومحيط المستطيل نقول له ماينفعش لازم نعمل ايه الأول نجيب محيط المربع لوحده محيط المربع بيساوي الناس اللي نسي القوانين محيط المربع بيساوي طول الدلع فاربعة طب الدلع بربعة وين أضربه فاربعة تبقى الإجابة 16 سنتي سادة يجي ولد يقول مربع أقول له ده في المساحة جبنا محيط المربع نجيب مين محيط المستطيل اللي ناسي قانون محيط المستطيل ايه الطول زائد العرض ها الكل في اتنين نفتح طبق الطول بتمانية ونجمع العرض ستة ونقفل وندرب في اتنين تمانية زائد ستة 14 في اتنين بتمانية وعشرين سنتي هعمل سطوب بصغير عشان هقولك على كارثة بتحصل ولد مسك الآلة يعمل دي لقيته بيكتب على الآلة ايه تمانية زائد ستة في اتنين جرب كده معي اللي مسك الآلة تمانية زائد ستة في اتنين هيلقي الإجابة عشرين مش تمانية وعشرين إجابتك عشرين دي خطئة ليه لإن حضرتك ما عملتش الأقواس طب اعمل ايه عشان اطلعها زي حضرتك يا مستر حامد افتح قوس وبعدين اكتب تمانية زائد ستة وبعدين افر القوس وبعدين قول في اتنين هيطلع لك تمانية وعشرين سامع ولد بيقول طب افرد يا مستر حامد معيش الآلة الكاسيو ده أنا معايا آلة صغيرة من الهدايا اللي بتيجي مع الأجندات أعمل ايه هقول له عندي حل جميل اكتب على الآلة تمانية زائد ستة اكتب معايا كده اجرب حتى اللي معاك كاسيو تمانية زائد ستة وبعدين دوس يساوي وبعدين قول في اتنين هيطلع لك برضو تمانية وعشرين شفت ازاي يبقى لها كم طريقة طريقتين صح افتح أقواص كذا زائد كذا اقفلوا بعدين في اتنين طب لو مش عايز تعمل الأقواص تمانية زائد ستة وبعدين دوس يساوي وبعدين قول في اتنين هتطلع إجابة صحيحة كده جبت محيط الأول ومحيط التاني نعمل يا مصطفى الماتشو عتنام زي رقية يبقى العنوان محيط المربع إلى محيط المستطيل محيط المربع ستاشر والمستطيل تمانية وعشرين أعداد زوجية يقبلوا على الاتنين وكمان يقبلوا على الاربعة أحلى على الاربعة فيها الاربعة على الاربعة فيها السبعة وتقدر تعملها بالآلة يلا نروح لآخر سؤال في الشريحة معانا وبعد كده هتحل مسألتين غلسين موجودين في كتاب المدرسة اللي ينظف دي عشر واللي ينظف دي مية ولكن احنا هنضرب في مية للطرفين أما ضرب دي في مية هتبقى الإجابة كام بلتين وخمسين وما ضرب دي في مية هتبقى الإجابة كام خمس ومية خمسة وسبعين ونعملها بالآلة لأن أعداد كبيرة علينا يلا مين اللي هيكتب لي في الشات يقول لي لو عملت بسط ومقام دي فوق ودي تحت أنا مش هكتب الإجابة اللي ما تقولولي يلا مين أول واحد هيجيب لي الإجابة لحد ما نجل دي دي بقى مسألة غلسة جدا ده كسر عشري وده عدد كسري شوف المستر هيعمل إيه هنخليهم نوع واحد موجودة يا مصطفى في كتاب المدرسة خلي بالك هنعمل إيه هنحول دي 84 من مية تبقى 84 على مية طيب عالجنا دي عالجناها طيب والتانية هنرفع الكسر ارفع الكسر إزاي دي فيه ودي زائد لسه محدش جاب لي الإجابة يلا يا شطار هنا تطلع كام إلى كام 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 إلى كام قوليلي ها نجل دي هنرفع الكسر أضرب دي في دي 2 في 9 بـ 18 2 في 9 بـ 18 ويرجع يجمع مين اللي فوق 3 يبقى 21 على مين هذه الإجابة ظهرت مين 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 10 إلى 23 هدير برافو يا هدير طب العشرة المين للزغير والتلاتة وعشرين للكبير برافو عليك يا هدير اللي بعدها استعدوا في واحدة جاية كمان هون هنضرب ديف دي 18 و3 و21 والمقم زي ما هو كده الاتنين بقوا صنفوا هقول تاني 84 من 100 84 على 100 وهنا رفعنا الكسر بعد كده نعمل طريقة المقص هضرب كم في كم 84 في 9 وانسيبها هنا واضرب 21 في 100 وانجيبها هنا اضربي لي دي يلا مين هيطلع للإجابة مين هيطلع للإجابة 21 في 100 أدي الواحد وعشرين وصفرين ما تضربي يلا 84 في 9 كام يا شطار 4 في 9 بستة وتلاتين نطلع بالتلاتة 8 في 9 باتنين وسبعين وكمان تلاتة ها 75 يا ترى مين اللي هيقول للإجابة تطلع كام يلا قدامكو ثواني يلا يا رماس الإجابة طلعت كام إلى كام ها 9 إلى 25 آدي الإجابة النهائية ها عيد تاني دي بسرعة يا رماس 84 من 100 خلتها 84 على 100 دي رفعت الكسر يا رماس 2 في 9 بـ 18 و3 و21 والمقام زي ما هو كده بقوا بسط ومقام اضربي ديف دي طلعت الإجابة هي اضربي ديف دي طلعت الإجابة هي اعملها على الألة بسط ومقام طلعت 9 إلى 25 يا رب تكون مفهومة فهمت يا محمد يا سامح كده الشريحة الأخيرة وهناخد طبي على اللي احنا قلنا استعد وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي مستر حامد البيومي